وفي التصريح خاص به قناة جلدزاد قال مدير العلاقات المؤسستية لأوريدو الجزائر السيد رمضان جزائري إن مؤسسة أوريدو ستنظم فضاءات للأنصار بداية من الدور الثاني لكأس العالم يوم الثالث من ديسمبر المقبل لنقل المباريات عبر خمس ولايات الجزائر العاصمة وهران قسنطينا تيزيوز ويرقلا بالإضافة إلى القاعة البيضوية بمركب محمد بوظياف إضافة إلى عديد المقاهي الرياضية من أجل السماح للمناصرين والعائلات الجزائرية لمتابعة أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 أريدك راعي رسمي وكذلك رفيق تكنولوجي لفيفا قطر 2022 ارتأت أن تشارك سفارة دولة قطر هنا بقاعة حرشة لنقل المباراة الأولى الافتتاحية بين دولة قطر والإكواتور وكذلك حفل الافتتاح فكل هذا النقل مبرمج من طرف سفارة دولة قطر وكذلك ارتأت أن تنقل كل مباراة كأس العالم هنا في قاعة حرشة سواء المباراة التي تجرى في النهار على الحدي عشر الساعة الوحيدة الخامسة زوالنا والثامنة والتسعة ليلا بالنسبة لي ورد الجزائر فسوف ننظم فضاءات للأنصار ديفانزون انطلاقا من 3 ديسمبر يعني انطلاقا من الدور الثاني الدور الثامن النهائي لنقل المباراة عبر خمس ولايات الجزائر العاصمة وهران قسنطينة تيزيوز وورقلا وخاصة بالقاعة البيضاوية لملعب خمسة جويلية وإضافة لذلك فيه مقاهي فضاءات للمقاهي ديفانزون سوف ننقل فيها مباراة كاس العالم للسماح للمناصرين والعائلات متابعة أجواء كاس العالم في ظروف عائلية رياضية وحميمية